السلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد و اهلا بكم فيديو جديد فيديو نهاردة ان شاء الله هقولك ان انت ازاي تقدر تشيل خلفية اي فيديو لك يعني افتراضا انت دلوقتي بتسجل فيديو عادي بس انت حابب ان انت تشيل الخلفية او تعمل الخلفية الفيديو لك خلفية خضرة زي كده مثلا ولكن بدون اي برامج باستخدام الزكاء الاصطناعي وكمان اولاين وكمان مجاني وده هيكل موضوعا هقولك ان انت ازاي تقدر تغير خلفية الفيديو بتاعك زي ما انت شايف دلوقتي تحول اي حاجة انت عايزها اغدر احمر اذرق برطقاني بني اللي انت عايزه بكل سهولة وده هيكل موضوعنا عشان ما طولش عليكم اكتر من كده لو اقولوا مرة تشوف قناتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تشوف كتير جدا من الفيديوهات ان ان شاء الله هنزلها متعلقة بالزكاء الاصطناعي وحاجتها تفيدك بشكل كبير ويلا بينا بقى دلوقتي نروح للشرح تماما شباب نيجبها دلوقتي الخطوة التانية واللي هقولك فيها ان ان انت ازاي ت تقدر تشيل الخلفية الخاصة باي فيديو انت عايزه عن طريق الزكاء الاصطناعي وبشكل مجاني او تحول الخلفية لجرين سكرين زي ما انت شايف وده مثال او زي ما اتشوفت يعني في مقدمة الفيديو كمثال اللي انا وردته لك طيب هنا ده الموقع اللي احنا نستخدمه اه هسيب لك انا اللينك بتاعه تحت في رابط الموضوع الموجود تحت في الوصف اول ما تخش عليه هتخش عندك على الرابط وبصة ايدي نبتدي بقى الشرح الموضوع ببسيط اكتر مما تتخيل اول حاجة هنا هتي عندك بالمنظر ده هتدوس هنا عندك على تمام هتدوس عليه هتختار عندك الفايل اللي انت حابب ان انت يعني تشيل من علي الخلفية يفضل ان يكون حجمه صغير والوقت بتاعه صغير عشان ما يخرش معاك وقت كبير اروح جاية عندي بالمنظر ده وده يصدب الكليك كده نضفت الفيديو بتاعي هنا طبعا دلوقتي بيقول لي ان انا محتاج اختار هيكون عامل ازاي هنا طبعا عندي مجموعة من الخيارات اللي هو او الالفا ماسك او اه اللي هو الفور اه اللي هو الفور جراوند ماسك الالفا ماسك ده يعني والخيار ده متعلقين بالمونتاج بس حاجة مختلفة يعني الالفا ماسك ده بيكون خلفية صودة وانطة ابيض فانا ما انصحش به خالص لان ده اصلا ده ليه شغل وده ليه شغل فبالتالي يفضل انت تكون على فقط اللي هو الجرين سكرين اللي هو ده جرين سكرين هتقوم جاية عليه هتقوم هنا دايس عندي على سيمبت هنا في نقطة حابب بقولك عليها الموقع ده مجاني ولكن بيديك عدد محدد من الكريدت بمعنى لو انا جيت هنا دوست بالمنظر ده هنا هيقول لي ان ا انا خلصت كل بتاعتي زي ما انت شايف بص انا خلصت كل بتاعتي فبالتالي عشان اقدر ان انا استخدام الموقع لازم ان انا يعني افتح حساب عليه واشتري خطة على اساس ان انا اقدر استخدم الموقع من تاني واسعاره زي ما انت شايف طب هل ده معنى كده ان هو مش مجاني? لا مجاني وهو رجز دلوقتي ازاي تقدر تحل الموضوع ده بكل بساطة? هتيجي دلوقتي تنسخ عندك على اللنك ده بالمنظر ده نسخ زي ما انت شاف بص؟ الرينك ده اجا أنسخه النسخ اق اللي لو انت بتستخدم تصفح هتقوم هنا جاي دايس على بالمنظر ده تقوم راي هنا رايح عندك على خيار ضيف زي ما انت شايف هيفتح معي صفحة جديدة حط فيها اللينك بتاعي اللي انا نسخته بتاع الموقع وبعد كده اقوم جاي وعامل نفس الخطوات اختار الملف بتاعي اللي هو واحد تمام اللي انا حابب اعمله وهنا اختار عندي بعد كده ندوس هنا عندي وانتهى الموضوع دلوقتي هو بكل بساطة هيعمل لي معالجة للفيديو بالمجان رغم ان انا خلصت بتاعتي وتقدر تعمل الحركة دي بعدد لا نهائي من المرات وكي انك انت بتستخدم الموقع بالشكل مجاني تماما مش محتاج تدفع شيء شفت الموضوع سهل ازاي انا طبعا بيقول لي محتاج ان انا انتظر من ثلاثة لخمس دقايق بس عشان خطر ان هو ايه اقوم بلما هو يزبط يعني الموضل والكلام ده كله فهننتظر عندي ثلاثة لخمس دقايق وهبتدي لوقتي ان هو يعمل ايه معالجة زي ما انت شايف او زي ما تشايف وصيبتدي ان هو يعمل معالجة هيبتدي عندك من صفر لمية في المية او رقم اتنين وهنتظر بقى لحد اما يخلص وارجع لكم مرة تانية زي ما انت شايف خلص وهو بكل بساطة امام دفعة ممكن اقدر تكرر العملية دي مئات بالالاف المرات بكل سهول زي ما قلت لك ان انت تفتح نافذ الضيف او لو الخاص بالضيف او وانتهى الموضوع الموضوع خلص انت مش هتدفع حاجة وتجي هنا عندك على بالمنظر ده هيبتدي ان هو يحمل معك بالفعل انا كنت عامل المقدمة دي يعني في فيديو اخر زي ما تشايف بس احملها برضو عشان تكون ايه مصدقية يعني زي ما تشايف بص اهو حملت عندي فيديو هنا اقوم جاي يسحب الفيديو بقى بالمنظر ده واقوم هنا مسلا افتراضا حطوا عندي على ادوبي برمير اقوم هنا جاي مسلا ضيفوا عندي على عشان اقول لك از ان انت ازاي بقى تشيل الايه اللي هو الخلفاء الخضرة هتجي هنا عندك على تقوم هنا مسلا جاي كاتب بالمنظر ده بس اوني معلش كي بالمنظر ده هتلاقي عندك خيار اسمه هتقوم جاي صاحب وحطه هنا عندك على الفيديو بعد كده تروح هنا عندك في اللي هو هتلاقي عندك هنا في القسم ده هتجي هنا عندك على اللي هو الاداة دي او دي وتقوم محدد على اللون بس انتهى الموضوع هنا هتلاقي عندك طبعا بعض الحواف زي ما انت شايف تقدر دي براحتك بقى تسيبها هي تشيلها. طيب تشيلها ازاي? لو انت جيت هنا مسلا افتراضا عندك على الخيار الاول بالمنزر ده? هتيجي هنا عندك مجموعة من الخيارات. افتراضا تقدر هنا تلعب فيهم وتشوف. ده الخاص بالايه? بالناه بالتباين. طيب. لو احنا جينا نزلنا تحت. بص. اللي هو الخيار التاني اللي هو يعتبر ايه? اللي هو او او لو انت جيت عليه. زي ما تشاه بص. بقدر اشيل الشوائب دي زي ما تشاه بص. اه. بقدر ازبط كده شوية كمان. اه زي ما انت شايف بط. شلت شايف خلص. دلوقتي بقى قادر احط اي حاجة افتراضا الخلفية دي. ثاني معلش. احط دي تاح. اه. اه انتهى الموضوع. شوف شلت الخلفية بكل بساطة شلت الخلفية بكل سهولة. تقدر بقى تعمل ده على اي حاجة انت عايزة. طبعا انت تقدر تنفز النقطة دي برضو على تليفونك. فالموضوع بسيط يعني. الموقع زي ما قلت لك مجاني مش محتاج تسجيل. ولو قال لك بتاعتك خلص انسخ افتح عندك ضيف وحطه ونفز اللي انت عايزه خلاص انتهى الموضوع. شوفت الموضوع سهل ازاي? بس خلاص ده كان الفيديو. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى انت تعمل لايك. تشترك في القناة واتفع للجرس لان خير الناس الفع للناس. فلو وصلت لنقطة دي قولي تحت في التعليقات حقيقة هكون سعيد جدا بحقيق يعني لو انت وصلت لنقطة وبس خلاص اشوفكم على الخير بقى بإذن الله الفيديو جاي ومع السلامة.